السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم سنرى كيف نعمل هذه الزهرة الرائعة والجميلة معا وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخر بسم الله نبدأ أولا بحلقة سحرية ثم نرتفع منها بثلاث سلاسل كعمود بلفة والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس الحلقة سنشتغل عمود بلفة واحدة ثم نرتفع بسرسلتين كفراغ ثم سنعود إلى نفس الحلقة وسنشتغل غرزة حمص بعمودين غير مكتملين عمود بلفة غير مكتمل ثم مرة أخرى عمود بلفة وغير مكتمل ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميع هذه الحلقات غرزة حمص وهكذا سنكرر نرتفع بسلسلتين نرتفع بسلسلتين غرزة حمص في نفس الحلقة عمود بلفة غير مكتمل ثم عمود ثاني بلفة وغير مكتمل ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميع هذه الحلقات ثم نعود ونرتفع بسلسلتين ونكرر هكذا حتى نحصل على إثنى عشرة غرزة حمص في هذا الدور وبعدما نحصل على إثنى عشرة غرزة حمص بهذا الشكل بين كل غرزة وغرزة فراغ بمقدار سلسلتين سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة ثم نرتفع بسلسلتين وسنقفل بمنزلقة هنا في أول عمود بلفة وليست في السلسلة نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنبدأ في عمل بثلات الزهرة سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة وسنبدأ هنا مباشرة الدور الثاني في الفراغ المكون من سلسلتين نشتغل فيه غرزة حشو ثم مرة أخرى غرزة حشو في نفس الفراغ ثم نرتفع بثمانية سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من سلسلتين ونشتغل فيه غرزة حشو واحد واحد واثنان وهكذا سنكرر نرتفع بثمانية سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية مباشرة إلى الفراغ التالي ونشتغل فيه غرزة حشو واحد واثنان نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنرتفع بثمانية سلاسل ونقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا بها الدور وسيكون لدينا في هذا الدور اثنى عشر حلقة بهذا الشكل والآن الدور الثالث والأخير سنشتغل هنا سنشتغل غرزة حشو أمامية حول غرزة الحشو الثانية هذه غرزة الحشو الثانية ندخل إبرة هكذا بهذا الشكل ونشتغل غرزة حشو أمامية ثم مباشرة إلى الحلقة التالية ونشتغل فيها ثمانية أعمدة بلفة واحد والثمانية والثمانية ثم نرتفع بثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة نترك هذه السلاسل مباشرة ندخل الإبر في حلقتين أسفل هذه السلاسل ونشتغل حشوة وهكذا سنحصل على عقدة ثم نعود مرة أخرى إلى نفس الحلقة أو الفراغ ونشتغل فيه ثمانية أعمدة بلفة متجهين إلى الأسفل واحد والثمانية ثم سنعود ونكرر لدينا هنا غرزة حشو سنشتغل حول غرزة الحشو الثانية غرزة حشو أمامية بنفس الطريقة التي بدأنا بها هذا الدور ثم مباشرة إلى الحلقة التالية ونشتغل فيها ثمانية أعمدة بلفة واحد والثمانية ثم نرتفع بثلاثة سلاسل نترك هذه السلاسل مباشرة ندخل الإبرة في حلقتين أسفل هذه السلاسل ونشتغل غرزة حشو وهكذا سنحصل على عقدة ثم نعود مرة أخرى إلى نفس الحلقة ونشتغل فيها ثمانية أعمدة بلفة واحد وثمانية ثم نقفل هذه البتلة هنا لدينا غرزة حشو إلى غرزة الحشو الثانية ونشتغل حولها غرزة حشو أمامية ثم إلى الحلقة التالية ونكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بهذه الطريقة نترك حلقة العمل وندخل الإبرة من خلف أول غرزة حشو أمامية بدأنا بها هذا الدور ثم نسحب حلقة العمل إلى الخلف نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله ألقاكم في فيديوهات أخرى لأعمال جديدة وأنيقة بإذن الله ودمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته